قالت منظمة هالو تروست إن السكان في اليمن يعانون واحدة من أسوأ لازمات في العالم والمتعلقة بالألغام الأرضية والذخائر غير المتفجرة وعضحت تروست في بيان أنها تقوم منذ عام 2019 بإزالة الألغام والمتفجرات الأخرى من الخطوط الأمامية في تعز على الرغم من الظروف الخطرة وشار البيان إلى أن معظم أعمال منظمة تروست في اليمن تتم في بيئات حضرية ومزدحمة ومعقدة وعلى مقربة من الخطوط الأمامية النشطة وساحات القتال السابقة ما يتطلب مهارات مختلفة واتصالات مجتمعية أكبر مقارنة بعمليات التطهير في المناطق الريفية وأكدت تروست أن الألغام والصواريخ وقذائف الهاون والقذائف المضادة للطائرات والعبوات الناسفة المتواجدة بين المنازل والعيادات والمدارس وغيرها من المرافق تشكل تهديدا يوميا للمدنيين اليمنيين وخاصة للأطفال حيث يصاب العديد منهم أثناء اللعب أو عند جمع الخردة المعدنية لبيعها والمساعدة في إطعام أسرهم ترجمة نانسي قنقر